أشرف أن أخاطب أعضاء مجلس الأمن وأود أن أشكر سعادة سفير إستونيا وكل داعينا لهذا الاجتماع لتمكيننا من الاجتماع لو أن الفرصة سنحت لك أن تنقذ روحا بريئة من دون أن تجازف بحياتك فهل ستفعل ذلك؟ غالبية الناس سيقدمون على ذلك سيداتي سادتي إن الفرصة متاحة لكم اليوم وكانت متاحة لكم بالأمس وهي متاحة لكم يوميا منذ الخامس عشر من مارس 2011 هذا يعني ثلاثة ألاف وتعمائة واحد عشر فرصة لإنقاذ الأرواح في سوريا وفي تلك الأثناء فإنما يزيد على ثلاثمائة وخمسين ألف شخص قتلهم النظام السوري حسب الأمم المتحدة وكان بالإمكان أن أكون واحدا من هؤلاء ثلاثمائة وخمسين ألف الذين قتلوا لأني اعتقلت واحتجزت ثلاثة أعوام على يد النظام السوري وجوعت وعذبت حتى أشرفت على الموت وبدل ذلك أنا أمثل أمامكم كمثال عن روح بريئة أنقذت وأمي أنقذت حياتي اسمها هالا أدعوكم لتذكري هذا الاسم على الرغم من تقتيل زوجها أبي وأطفالها إخواتي أمام أعيننا في بلدة البيضة عندما قتل كل رجل وكل امرأة وكل طفل وكل مسن وأبيدت الحيوانات والأشجار من الناجين أمي قادت الكثيرين للنجاة ووقفت وصمدت أمام الدكتاتورية القاسية التي احتجزتني على مدى ثلاثة أعوام وبدل أن تشتكي من حدودها فإنها أوجدت سبلا للتصرف وعلى الرغم من محاولات يائسة الإخراج من السجن فإنها حاولت مرارا وتكرارا إلى أن أطلق سراحي قد يبدو عملها عملا منعزلا لكني أعتقد أن أمي بإنقاذ من السجن تشكل قدوة عن كيفية منع النظام من سلب أرواح إضافية ومحاسبة هذا النظام على ما ارتكبه من جرائم لحد الآن هذا لا يتطلب معجزة يتطلب ذلك الشجاعة والثبات أثناء فترة اعتقالي في الفرعي مائتين وخمسة عشر كلفت باحتساب الموتى بما في ذلك أعضاء أسرتي في حجرة جمعوا فيها الجثث وأثناء هذه السنوات المروعة في معتقلات الأسد فإن شهرا شهرا وحيدا اختلف خف فيه التعذيب انخفض فيه عدد الجثث وحصلنا على المزيد من الغذاء فاجأني ذلك ولكن بعد إطلاقي سراحي عاينت وسائل الإعلام لأرى ما حصل إن الكف عن التعذيب والسماح بالغذاء للدخول حصل بعد أن سربت معلومات في ملف قيصر وخاف سجانون أن يحاسبوا والأسف أحد العالم أنظاره عنه وتواصل التعذيب والقتل دامت الهدنة شهرا ولقد تمكنت من لقاء سيزر وهذا رجل شجاع صور خمسة وخمسين ألف صورة لنساء وأطفال ومسنين عذبوا حتى الموت الصور في حوزاتنا اليوم والوثائق التي تبين المسؤولين وآلة التصوير والفراش درايف لدينا أدلة تفوق مكانا متاحا لمواجهة النازيين أثناء محاكمات نورنبرغ ومع ذلك لم يصدر أي تحرك دولي وإن الاعتراف بأثر عمل النظام لخدمة مصالحه فإن بعض الدول كألمانيا قد بادرت ببعض الإجراءات القانونية ضد شخصيات النظام وواجهت بذلك النظام الدولي مستخدمة محاكمها الوطنية التي تنصر حقوق الإنسان والقانون الدولي ولكن هذه الجهود ليست كافية بكل بساطة أنا أفهم أن هناك عوائق ولكني أؤمن أيضا في النظام الدولي والأمم المتحدة والمبادئ التي أنشئت عليها المنظمة والقانون الدولي سيداتي سادتي اليوم شرد أكثر من نصف سكان سوريا وإنما يزيد على ثلاثمائة ألف شخص قد قتلوا وما زال مئات الآلاف في السجون ومعتقلات الأسد السياسية واليوم في وقت مبكر حاورت شخصا آخر سوريا آخر يشرفني أن أسميه صديقا الآن هذا الشخص بين 2011 و2017 كلفه النظام السوري بدفن المدنيين الذين قتلوا داخل دمشق وفي ضواحيها وعلى مدى السنوات دفن مئات ومئات الأشخاص وشهادته دليل على موثقه سيسر وما عددناه لحد الآن نحن نعرف نعرف موقع المقابر الجماعية لا يعد ولا يحصى السوريون الذين هم مستعدون بالإدلاء بشهاداتهم وأنا أعتقد أن الأمم المتحدة يفترض بها أن تدعم منظمات كفرقة عامل الإغاثة السورية والمنظمات التي توثق الجرائم المرتكبة في سوريا لدعم المحاكمة يفترض بالأمم المتحدة أن تدعم الأليات القائمة كالألية الدولية المحايدة المستقلة والتي توثق أكثر تصرفات نظام الأسد عنفا وما لم تطلع الدول بملاحقة هذه الجرائم على الصعيد الوطني فإن هذه الآليات يجب أن تدعم ولابد أن ندعم أيضا إنشاء محكمة تخدم الغاية نفسها لأن من عددتهم بما في ذلك أعز أصدقائي وأولاد عمي الذي مات في السجن ما صوره سيسر وحفار القبور لأني لا أجد تسمية أخرى لمهنته إن من دفنهم ذهبوا انتهوا عائلتي أبي وإخوتي قتلوا لقد ذهبوا فات الأوان لإنقاذهم ضحايا هجمات الأسلحة الكيميائية الكثيرة التي ارتكبها النظام السوري انتهوا لا يمكن إنقاذهم فات الأوان لإنقاذهم ولكن هناك الملايين الملايين هناك الملايين الذين يمكن إنقاذهم وهذا هو طلب الرئيسي لكم أنقذوهم أوقفوا الجرائم الحالية أوقفوا التقتيل في سوريا إذن عندما ستستيقظون غدا صباحا وقبل أن تطلعوا على هاتفكم أو أي شيء حاولوا أن تتساءلوا أدعوكم لأن تتساءلوا السؤال الآتي لو أن الفرصة سنحت لكم أن تنقذوا روحا بريئة من دون أن تجازفوا بحياتكم فهل ستفعلون ذلك؟ لأن غالبية الناس سيتصرفون على هذا النحو شكرا شكرا